السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم الغالي سعادتنا كبيرة جدا تواجدكم معنا حقيقها شخصية تربوية نعتز بها كثيرا ونتوقع بإذن الله محسنين نظن بالله على يدها خيرا كثيرا وأثرا طيبا وما ذلك على الله بعزيز معلم الغالي لا يخفى عليكم الأجر العظيم والثواف الكبير في تعليم النشأ ولا سيما تنشأتهم على القرآن وأنتم تعرفون أن هؤلاء الأشبال الصغار تعليمهم حقيقة نأتي نتأمل نجد أن هذه المرحلة يبنى عليها غيرها ولا تبنى هي على ما قبلها بمعنى أنها هي البذرة الأولى هي الأساس فإذا أسس هذا الطفل وهذا الصغير على حب القرآن وأسس على التعلق بكتاب الله عز وجل وتعظيم هذا الكتاب الكريم كان حقيقة بهذا التأسيس قريبا عفوا من كل خير بعيدا عن كل شر وكذلك نجد أنه يكون له سبحان الله في المستقبل أثر كبير ونفع عظيم وهذا مجرب وملحوظ سبحان الله العظيم فلكن تأمل في سيارة النبلة يعني من دونة سيارهم تجد أن قاسم مشترك حفظ القرآن بسن مبكرة ناهيك على أن أيضا النور الذي يحل في هذا البيت بيت هذا الصغير ببركة تعلمه للقرآن ينعكس هذا النور أيضا على أهله الذين يعلمون ويساعدون المعلم في تعليم ابنهم القرآن وبالتالي حقيقة إذا تأملنا نجد نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكل ذلك يكون في مزاعة حسنات هذا المعلم الذي دل على الخير ومن دل على الخير كان له من التوابي كأجر صاحبه لا ينقص من أجره شيئا فهنيئا لك يا معلم القرآن هنيئا والله لك يعني أنت تعلم هذا الصبي والحقيقة أنك لا تعلمه وحده بل تعلم أهله وتكون سبب في ما يكون من بيته من انشراح وسرور وخير وبركة ببركة الدخول القرآن فيه فهنيئا لك يا معلم القرآن هذه بعض التوجيهات التربوية التي أرجو أن ينفعك الله بها معلمي الكريم وهي قد استفدناها من التربويين الموفقين أمثالكم نرجو أن ينفعنا الله عز وجل بها وهي من باب التذكير ونستفيد من بعضنا البعض حتى نصل معا إلى النجاح الذي حقيقة نطمح له جميعا من هذه التوجيهات نبدأ بجانب المرحلة العمرية لهذا الطالب فهم المرحلة العمري وما تتطلبه يعني من أول أسباب النجاح في نجاح المعلم في تعليمه لهؤلاء الطلاب لابد أن تفهم هذه المرحلة وما تتطلبه يعني عسى بالمثال مرحلة الصغار هؤلاء النشأ نجد أنهم يعني عندهم جانب الاقتداء جدا كبير وبالتالي أنت عندما تضرب لهم الأمثلة وتقرب إليهم الأشياء يعني إلى أذهانهم بما يعقلون تجد أنهم يحبون هذا المعلم بشكل كبير جدا أيضا عندهم جانب الرغبة موجود أيضا نجد أن هناك جانب الملل كبير جدا أكبر من غيرهم يعني هذه المرحلة عندهم الملل بشكل كبير جدا يريدون أن يكون فيه يعني التعليم ممتع بشكل كبير جدا وبالتالي يطلب من المعلم أنه يرأي هذا الجانب في جانب أنه يعلمهم بشيء من يعني الاستمتاع يدردش معهم كما يقفرفش معهم يمزح معهم يداعبهم هذا يعني أثر كبير في حبهم لهذا المعلم وبالتالي حبهم للقرآن ويعني تعلقهم بهذا الكتاب واستمرارهم مع هذا الكتاب أيضا من التوجيهات المهمة الصبر وفي أثناء يعني تعليمهم لأنهم يتعلمون ببطء وبالتالي يحتاج إلى الصبر يحتاج إلى الحلم وعدم الاستعجال أيضا أجد من التوجيهات المهمة والتي يعني لا تخفاكم كل ما ذكرت إنما تذكير نستبيد بعضين البعض حفظكم الله من التوجيهات المهمة جدا مراعاة الفوارق الفردية بين هؤلاء الطلاب حيث هؤلاء الطلاب يختلفون في قدراتهم وبالتالي ربما ما يصلح لخالد لا يصلح لفيصل فبالتالي مثلا ما يبنى على هذا عزيز مثلا مراعاة المقدار في تعلم هذا الطالب سواء كان مقدار في الحفظ أو كان مقدار في ما يتعلمه من متعلقات هذا القرآن القيام الأخلاق ونحو ذلك فمدارك تختلف ولذلك نحن نمضي على الأقل حتى يستطيعين يفهم الجميع وربما المتميز نعطيه بعض الأشياء بيننا وبينها على الخاص حتى لا يحبط بقية الطلاب أيضا من مراعاة هذا الجانب اللي هو الفوارق الفردية مهم أننا نراعي جانب عدم ضرب عدم المقارنات بين الطلاب أحمد سمع أفضل واحد بينما خالد ما سمعت أنت هنا في إحباط كبير للطالب وإضعاف لهمته ويظن بعض المعلم يظن أن بذلك يحمس الطالب ويدفع حماسه وفي الحقيقة يحبطها بشكل كبير جدا ولكن تتخيل لما كنت صغير أنا وأنت وعندما تضرب لنا المقارنات كيف كانت تؤثر علينا سلبا بشكل كبير جدا من التوجيهات المهمة وهو أول التوجيهات هذا المفترض يكون الأول لكن علي جعلته في الأخير لأن دائما الأخير هو الذي يستذكر دائما في آخر أي مقولة أو كلامة جانب معين في توجيهاته ونحو ذلك هذا الأمر الذي سأذكره حقيقة هو سر النجاح النجاح تجد فيه سر ربما ما أحد يعلم به لكن الله يعلم هذا السر هو يعني صح يعني التعبير من شقين الشق الأول جانب الإخلاص الإخلاص يكون معلم مخلص فالذي أخلص يعني أراد بهذا وجه الله عز وجل لا رياء لا سمعة لا مديح لا ثناء أراد بذلك يعني بهذا العمل أراد بذلك محبة الله رجاء ما عند الله خشية يعني أن يبتعد الإنسان من عذاب الله كل هذه الأمور لها دافع قوي جدا في نجاح هذا المعلم أيضا من الشق الثاني بعد الإخلاص إذا كنت تجد المخلص يعني آثاره جدا كبيرة ويجعل الله لك قبول ويلهم الله عز وجل التوفيق والسداد الشق الثاني حفظك الله أعتذر على الإطانة الشق الثاني وهو أيضا مهم جدا وهو حفظك الله جانب الدعاء 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 إذن هذا سر النجاح من شقين الأول الإخلاص الثاني الدعاء الدعاء يدعو المعلم لنفسه بالتوفيق بالسداد بالقبول بالنفع بالأثر الطيب يدعو من هذه الدعوات الطيبة بالأن الله يقويه يفرغ عليه الصبر الحلم يعينه يجمله يحسن أخلاقه كل هذه تحتاج إلى الدعاء أننا لو ننكشف على أنفسنا نسأل الله نعافي ويذهب عننا ستر الله عز وجل اختزينا جميعا نسأل الله أن يرحمنا ويتمم علينا ستره وبالتالي يعني لا يزال العبد يعني يتزين ويتجمل مدام ستر الله عز وجل يحيطه نسأل الله أن يتمم علينا ذلك يغفر لنا إذن الدعاء الدعاء إذن نقول الدعاء للمعلم وأيضا الدعاء للطالب دعاء المعلم نسأل الدعاء للطالب يا رب يوفق هؤلاء الطلاب يا رب ينفع بهم يا رب يأهدهم يا رب أصلحهم يا رب يحفظهم يا رب يبارك فيهم يا رب يجعل لهم نفعا عظيمة يا رب يستودعتك إياهم اللهم يستودعتك إياهم لا تستغلب أختم بهذا عندما تجد طالب عمرها 12 سنة 13 سنة معلم حلقة بنجاح والله وجد وجد طلاب عطيتهم بفضل الله سبحانه وتعالى التوفيق اللهم عطيناهم ثقة وكانوا على قدرة ثقة بشكل فوق مراحل ما كنا نتصوره وعمره 13 و12 و14 شخصية تربوية ما شاء الله في ناحية القرآن إتقان وضبط هذا يعني هذا الطالب ليصبح معلم بهذا السن مبكرة هو نتاج جهود عظيمة بذلها معلمة الذي نسى حقيقة هذا الطالب ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى وذاك طبعا بعد توفيق الله من قبل ومن بعد فلذاك أنا أقول لك يعني النتاعج لا تستعجلها ستراها وأقرب مما يعني نتصوره جميعا يرى طالب صغير يقول هذا لا زال يعني متى بينفع متى بقدر لا 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 أبدا يا أخي أنت الآن هو عندك ينفع لأنه تغيرت شخصيته بدخول القرآن إليه أصبح يسعد أهله أصبح سبحان الله العظيم يعني له نفع خدوم بشوش هذه كلها أنت حقيقة يا معلم القرآن لم تنفع هذا الطالب فحس بل نفعت محيط هذا الطالب أريدك تستشعر هذا الأمر وتحتسب عند الله ختاما لا يسعني مع هذه يعني الرسالة التي أطلت فيها اللهم السعان إلا أن أقول اللهم وفق من يسمع هذه الصوتية اللهم يا رب العالم أعنه وقوه واشتد عزيمة وفرق عليه الصبر واجعل له نفعا عظيمة وأثر مباركة اللهم اجعل له قبولا وتوفيقا وسدادا اللهم أعنه اللهم أعنه اللهم أعنه اللهم ضاعف أجره وتقبل منه اللهم اجعله مبارك اللهم قر عينه عينه برؤية يا رب العالمين ثمار عماله الطيبة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وفارك على أفضل من علم القرآن من الناس حبيبنا حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم والتسليم